أيضا بمناسبة الصلاة رجال السلة بقى أبطال العرب اللي الحياة عملوا بطولة عربية ولا أروع من كده فازوا كمان في بطولة دوري المرتبط على الطيران المباراة اللي وقيمت في صالة سبورتينج في الإسكندرية وشاهدت أداء قوي جدا فريق مرتبط تحت 18 سنة حقك الفوز على الطيران 86-24 في صالة النادي سموحة ووصل للأهلي انتصاراتها والقوية في دور المرتبط سعيا وراء إحراز لقب الدوري إن شاء الله شوف فرق الناشئين في النادي الأهلي والناشئات فرق على أعلى مستوهم وأبطال مصر شوفنا الفرق دي وهي بتمد الفريق الأول في البطولة العربية 12 لعب ربعه من الناشئين ده تكريم مجلس الإدارة لأبطال سلة العرب فأنا نقطة هذه التكريمات رائعة انت كرمت قبل كده الكرة عن نجمة العشرة وفريق الكرة وبعدين بتقول لكل مجيد اجتهد وعمل بطولات وإحنا وراك وفي ظهرك وشايفينك تكريم كرة السلة مهم البطولة دي أستاذ إبراهيم أهميتها إنها بطولة صعبة انت فزت على بطل لبنان ودي حاجة مش سهلة ومش غير مسبوقة بالنسبة لنادي الأهلي انت فزت على الاتحاد سكندري هذا يعني العملاق وبعدين فزت على بطل الكويت اللي هو وصل النهائي بطل الكويت معه اثنين لعيبة أجانب الواحد بمليون دولار يعني أغلى اللاعبين طيب وهو كان فريق على أعلى مستوى صحيح إنه وصل النهائي على حساب تونس التي تشهد تقلقا في كرة السلة هم أبطال أفريقيا التوانسة دلوقتي في كرة السلة لا فيه فيه هذا الانتصار وبعدين مش بس انت بتكسب ده انت بتكسب تقلق للثلاثي الناشئ الصاعد نايف زهران ها عمر علاء زهران ما ده ابن الكابتن على زهران أبو كان حاجة جامدة جدا في كرة السلة بس أنا شايفه كده حيتفوق على أبو بإذن الله وانه طبعا انتقل لسلك القضاء أسعد واحد هيكون الكابتن علاء زهران بهذا الفول وهذا الناشئ تعالى اسمه عبد الناصر احنا جبناه من سنتين عبد الله ناصر عبد الله ناصر عبد الله ناصر ده جبناه أغلى ناشئ ممكن يجي يعني بس الناس وقتها عشان كرة اليد خدت أداح كان احنا جبناه عبد الله ناصر بنفس المبلغ تلاتة مليون ها وثلثمية كمان أظم ها فقادي اهو اهو علاء زهران اي فا اعتقد انه يعني كرة السلة دلوقتي هتعمل فريق يكسب مش هتقلق بقى ليه لين المستقبل طليعلك من تحت ها لأ كمان كمان اهاب أمينة من نبي عزل توقف عن ضرورك ها 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 ممتع خد أحسن كاتر ها ها وهو بلايميكر خطير ها واخد أحسن لعب قاطع وخد أحسن لعب هاي والمجيع الاردني المتقلق وبطل سلة عريق يعني هاي سما بيب وكرة السلة هاي عنده كله المهارات ها وفي قصر عنده المتابعات والقفز وعنده سرعات وعنده زيبلين وعنده 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 التزام وعنده شخصية ويعني احنا ما جبناه كان صفقة وقتها تدوش غالي جد وقتها لكن الحقيقة هو الغالي يعني زيه قوله تمنه فيه وهو بخلقه ودمسته وتواضعه حاجة حلوة للنادي الأهل وله واعتقد أنه هو زي ما الأهل استفاد منه هو كوفئة على ثقته في فريق الأهل والأهل وأدى كل ما عليه وأصبح النهاردة له قاعدة جماهرية جمدة جدا في كرة السلة ده عشان الكبار اللي هو بينشئه لا مش يعني سيبك من الجماليات دي لكن هو العيب مهم ومش هو الواحده بقى لو خدت كل العيب لوحده انت يعني بقى عندك اتنين دلوقتي ارتكاز عمر طارق سعيد ابن أخو ابن طارق سعيد طارق سعيد كان جون في النادي الأعلي كرة قدم وعمه بقى شام سعيد وجالنا السنة دي من الجزيرة وطبعا اسلام اتنين على أعلى مستوى مش عايز اتكلم الفريق كمان تاكتيكيا وأجو استماشه الله يعني بقت المسألة تاكتيكيا انت بتدفع كويس قوي وحتى هي دي واسمها على سيد زبراهي الدفاع أصحب حاجة في كرة السل صحيح لأنك ازاي تدافع ما تعملش فاولات وازاي تدافع بطريقة سلم وستلم عملية صعبة جدا وأنا ما ببقاش فاهم انت بيحسب الفاول لأن قانونها معقد برضو لا كمان التحكم في إقاع اللعب نفسه وفي رتم الأداء مدرب عنده خبرة وحكمة عالية جدا طبعا وأحمد حامد أظن برضو من الناشئين في كرة السل لا في لعيبة وغير النجوم اللي هما موجودين عندك القوة الأساسية ده إذا كان فريق كرة السل استحق هذا اللقب العربي على طريق استعادة كل البطولات إن شاء الله في الموسم لكن يبقى هناك فريق مش عادة انت حد يا جماعة والله أنا مش بحصر يبقى هناك فريق دخل موسوعة الأرقام القياسية عالميا فريق فعلا يستاهل رفع القبعة بعد الفاصل